اهلا بكم تم اليوم انتخاب عمر مورو على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تتوان الحسيمة وذلك لولاية ثانية على التوالي جاء هذا عقب المشاورات التي تم عقدها اليوم بمقار الغرفة لتشكيل المكسب الجديد نستمع لتصريح عمر مورو أولا شكر جزيل لكل فوقاء السياسيين والإخوة داخل المؤسسات كمؤسسات التجارة الصناعة الجهوية لتنجحة الحسيمة على تيقتهم في وضعها فيها فكنضن بأن اليوم هو عمل جديد عمل هي تجربة جديدة برؤية جهوية فكنضن اليوم برنامج عمل لعن سهرالي إن شاء الله جميعا بتوافقات داخل المكتب والإخوان وداخل الجهات اللي يمكن نمشون عن عن المكان لزيارة ميدانية لنحاول نشوفوك شنوما الانتيازات أو المشاكل لكعينها القطاع للتجارة والصناعة الخدمة فكنضن هدو أولوية من الأولوية التي يمكن هي الزيارة الميدانية عرفت تعيدة خطاعات سياحية بمدينة طنجة انتهاشا اقتصاديا عقب الزيارة التي قام بها الملك السعودي سلمان من عبدالعزيز للمدينة التي يقضي بها عساسه الصيفية اذ شهدت حجوزات خاصة بالتقم المرافق للملك زيادة على كراء السيارات الفاخرة وانتهاش بعض المهن الموسمية لسيما وأن هذه الإجازة تجاوزت أسبوعين ويحضر فيها تقم كبير مرافق للملك زيادة على عدة شخصيات سعودية حسب ما ذكرت جريدة الإيكونوميست الاقتصادية قال صلاح الدين المزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن اختيار مدينة تتوان لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب يرجع لكونها رمز الحمامة والتحدي ولأنها شهدت تحولات في عشر سنوات الماضية حيث كانت تنعت ببؤرة التهميش والفقر والآن صارت غنية بمواردها وإمكانياتها الهائلة في الشأن الغيابي فاز فريق المغرب التتواني على ضيفه سموح المصري بهدفين لواحد في اللقاء الذي جمع بينهما مسام سنة الأحد على أرضية ملعب سنيتر ميل بيتتوان برسم الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مسابقة دور أبطال إفريقيا لكرة القدم وسجل هدفي ممثل كرة القدم المغربية اللاعب الإسباني خيسوس رودريغيز تاتو في الدقيقة الرابعة عشرة وعبد العديم خضرو في الدقيقة الرابعة والسبعين فيما كان اللاعب عمر المنوفي وراء الهدف الوحيد للفريق المصري في الدقيقة السادسة والسبعين نختم بهذا الخبر من أصيلة التي تعد الوجهة السياحية بامتياز للباحثين عن الهدوء والسكينة فبشواطئها الجميلة ومناخها الذي يبعث على الإسترخاء وبطابعها العمراني المتميز تجذب المدينة عددا من السياحة داخليا وخارجيا بهذا الخبر ننهي الموجز بأمان الله